طيب انطلق في الثالث من مايو الجاري سباق النسخة التاسعة والعشرين لحدث القفال السنوي للسفن الشرعية الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائبي حاكم دبي ووزير المالية أيضا هذه النسخة شهدت رفع جوائز السباق وسجلت رقما قياسيا جديدا في عدد المحامل المشاركة بوصولها إلى 131 سفينة قطعت مسافة تزيد على 50 مايلا بحريا نستقبل الآن مشرف عام سباق القفال السيد هزيم القمزي مشرف عام سباق القفال التاسع والعشرين ومدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية صباح الخير وأهلا وسهلا فيك ورمضان كريم صباح النور ورمضان كريم عليكم وعلى جميع المشاهدين أهلا وسهلا أستاذ هزيم بداية من الاسم نريد أن نفهم معنى الاسم أولا ما معنى قفال أيضا فكرة أنه يبقى فيه يخوط شرعية أو سفن شرعية تراثية خاصة بالإمارات يعني عرفنا أكثر عن الحدث طبعا من خلال العنوان بتاعه في إطار أكيد أكيد اليوم يعتبر سباق القفال بأحد أكبر السباقات البحرية التي تدضم في منطقة الخليج العربي كلمة القفال هي مستوحاة في السابق أباءنا واجدادنا عندما يذهبون إلى البحر وينتهي موسم الصيد عندهم والبحث عن اللولو تعتبر المرحلة النهائية من هذه الرحلة تعتبر بالقفال فهم بما أنهم يقفلون الموسم وينهون الموسم فالكلمة هذه اليوم مستوحاة من أباءنا واجدادنا في عمليات القفال بما أنه عم تحكينا عن الموضوع لو سمحت خبرنا أكثر عن رمزية هذا الحدث لأنه يعتبر سباق أحد الملاحم التراثية التي تعيد أبناء الجيل اليوم إلى حياة الأجداد ماذا رمزيته؟ أكيد اليوم سباق القفال هذا موروث من أباءنا واجدادنا في السابق عندما يذهبون إلى البحر للبحث عن اللولو وصيد السمك يوصلون لجزيرة تصير بنعير وينهون الموسم فاليوم القفال يعتبر رسالة للأجيال القادمة عن ما مدى معاناة وصعوبة البحر في البحر من خلال جزيرة القفال والبحار من جزيرة تصير بنعير إلى شواطئ دبي فسباق القفال هذا رسالة للأجيال نحن نستمرها طبعا بدعم من سمو الشيخ حمدان براشد نها بحاكم دبي وزير المالية حاجة جميلة وفريدة صراحة من نوعها عايزين نعرف أكثر عنها الفعاليات كيف كانت احنا قلنا أنها كانت بادية طبعا ثلاثة مايو فبالتالي إلا حصل هل في فعاليات مختلفة أم أنه كان فقط استعراض لسواحل دبي لا اليوم الحدث كهوه هو سباق صفن شراعية من جزيرة تصير بنعير إلى شواطئ دبي مرورا بجزيرة القمر التي تبعد تقريبا 20 ميل بحرين من جزيرة تصير بنعير سباق اليوم شهد عدد مشاركين كبير ملحمة قوية تنافس مثير من بداية إلى خط النهاية تقلبات كثيرة من خلال السباق دارت فينا ولكن اليوم رسالة القفال ورسالة السباق أعتقد أنها وصلت إلى طبقة كبيرة من المجتمع مفهوم القفال في هذا السباق كان بارز وأتوقع أن المشاركين حظوا بمشاركة مميزة من خلال هذا القفال صاحب السباق أيضا معرض صور رقيم في موقع خط النهاية واستعراض تاريخ النادي وتاريخ سباق القفال وكيف أنشئ القفال ومرورا بجميع المراحل من سنة تأسيس عام 1991 إلى يومنا الحالي يعني أستاذ هزيم كان المشاركين كتار وأيضا كان في أسماء لامعة خبرنا عن المشاركين خبرنا عن يمكن السباق هو بحد ذاته كيف كانت التحضيرات لقاله كيف كانوا يمكن الناس كمان متحمسين أن يشاركوا فيه أو البحارة أن يشاركوا فيه أكيد اليوم سباق القفال نحن في موسمنا الرياضي يكون آخر سباق استوحان من القفال الأباءنا واجدادنا في نهاية الموسم ولكن سباق القفال فيه عام 29 سجل رقما قياسيا من ناحية البشاركة أكثر من 130 سفينة أبحارات من جزيرة سير بنعير إلى خط النهاية أيضا هناك أسماء لامعة في هذا السباق من أبرزهم أن نوخذ المخضرم محمد براشد الرميثي وأن نوخذ المخضرم أيضا عبيد بن سعيد الطاير أحد الأبطال الجيل الجديد أيضا نوخذ الكبير أحمد بن سعيد الرميثي بالإضافة لماروان المرزوقي أيضا صاحب إنجازات كبيرة أيضا في سباق القفال خلال الأعوام الماضية المنافسة كانت إماراتية بحتة ما كانش فيه قنسيات أخرى في هذا السباق لا السباق هذا التراثي يسمح أصحاب الأصحاب وملاك السفن الشرعية هم من الإمارات ولكن يسمح بمشاركة أخواننا من دول مجلس التعاون بالإضافة لجمهورية اليمن وجزر القمع طيب يعني فقط أريد أن أسأل أنه كيف بتدرسون مثلا معايير الأمن والسلامة الأحوال القوية أيضا مهمة هل بيتم مثلا ربما تأجيل السباق لو في أحوال قوية غير مناسبة حدثنا أكثر عن هذا الشق تحديدا طبعا الشق هذا يعتبر من أصعب الأقسام خلال السباق نحن نلاحظ حالة الجو خلال أيام قبل السباق لأن نحن نحتاج يومين قبل الحدث للبحار إلى الجزيرة وبعدين يوم للرجوع من الجزيرة فنحن نتابع النشرات الجوية من خلال مركز الأرصاد الوطنية ومن خلال المواقع المعتمدة لدينا لمرقبة حالة الأرصاد الجوية ولكن السباق هذا كان مختلف التجهيزات مختلفة تماما 130 مشارك أكثر من 3000 بحار خلال السباق أكثر من 250 وسيلة بحرية أبحرت في جزيرة تصير بنعير فالسيطرة وعملية الأمن والسلامة كانت تدرس بشكل دقيق جدا أيضا هناك لجان معاونة في هذا الحدث من ضمنها القيادة العامة الشرطة الدبي والقيادة العامة الشرطة الشارجة اللي يساعدون في عملية تأمين الموقع وتأمين سيارة السباق طيب اليوم هي يعني آخر يوم بالسباق صحيح آخر يوم للبطولة هو يوم السباق نعم صحيح خبرنا شوي عن يمكن الجوائز خبرنا عن يمكن المراكز لو في أي يمكن أشخاص أو بحارة حجزوا مكان للوصول إلى القمة خاصة أنه يعني هيدا السنة تعتبر أكثر سنة فيها جوائز مالية من سنة ال91 السنة يلي كان أول نسخة لهذه الفعاليات نعم طبعا بمكرمة سخية من اسمه الشيخ حمدان براشد ناب حاكم دبي وزير المالية تم رفع الجوائز من 10 مليون إلى 12 مليون درهم بالإضافة لثلاث سيارات فارهة رينجروفر ولكزز ستيشن وسيارة نيسان طبعا بعد الطلاع سموه على عدد المشاركين ووصول عدد المشاركين الأكثر من 130 سفينة أمر سموه برفع الجوائز فرفع الجوائز كان نسبا متناسبا مع عدد المشاركين بعد طلاع سموه على الإقبال الكبير من الشباب واليوم نحن إذا لاحظنا الفائزين في محمار رغم 96 الأول مرة يحصد لقب سباق القفال أحد نواخذ الشباب اللي قادمين بقوة وخفاز في أكثر من سباق مؤخرا تم تنظيمه في الدولة نعم نحن وقتنا انتهى طبعا بس توضيح بسيط جدا سريع أستاذ هزيم يعني أنا مش مشاركة في السباق أنا فقط بقى شاهد يعني كيف أنا أشاهد وأنا سباق يعني أنا واحدة وقفة على الشطة هتفرج إزاي على الرحلة من هنا لهنا هل في مش عارفة يعني هل هيكون من خلال بالهليكوبتر بالدرون يعني وضح لنا الضيوف اللي جايين يشاهدوا فقط بيبقى وضعهم أي سريعا لو سمحت نعم نحن ضيوفنا في السابق وبعض السنين نحن نتواصل مع مؤسسة دبي المواصلات طبعا يتم توفير فيري أو باسات كبيرة للتنقل من باسات بحرية للتنقل من دبي إلى خط سير السبار بالإضافة أن النادي يوفر أيضا يخوت للرغبين للقدوم لتغطية الحدث أو للرغبين أيضا لمشاهدة الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوفر بعض السفن البحرية للمشاهدة نعم وضحت الصورة طبعا شكرا لك سيد هزيم القمزي مشرف عام سباق القفال التاسع والعشرين ومدير إدارة السباقات بنادي دبي الدولي للرياضات البحرية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا